كرم كافور أساء المتنبي إلى كافور الإخشيدي إساءة بالغة إذ أمعن في هجائه دون وجه حق فقد أعطاه كافور أكثر مما كان يعطيه سيف الدولة فلم يقنع إذ كان يطمع في أن يكون واليا على إقليم كبير وهذا ما صرح به في قوله وغير كثير أن يزور كواجل فيرجع ملكا للعراقين واليا وكافور رجل دولة لا يرى أن يتولى قيادة الأقاليم غير إداري متمرس لا شاعر طامح فكان بعيد النظر حين أبى أن يجعل المتنبي في موضع لا يملأه ولو كان كافور سيء التصرف لمنح الشاعر ما أراد ولكنه حاكم مسؤول ولكافور مكرمات نادرة نذكر منها هاتين نادرتين قدم كافور إلى مصر عبدا رقيقا مثقوب الشفة السفلى مشوه القدمين ثقيل البدن ولكنه كان ذا همة عالية دفعته إلى أن يشق طريقه في الصخر حتى استقام له سلطان مكين لا يتزعزع وقد خرج ذات يوم على رأس موكبه المحتشد فمر ببعض الطرق المألوفة فترجل عن فرسه ووقف على الأرض شاخصا ببصره إلى السماء ثم سجد سجدة الشكر لله حتى إذا فرغ التفت إلى القوم فقال في تواضع عجيب لقد كنت عبدا لطباخ يقيم في هذا المكان وكان يضربني ضربا مبرحا ويجيعني إجاعة قاتلة رغم ما أبذله من عمل شاق وقد ربني ذات يوم في هذا الموضع الذي سجدت به الآن بمغرفة ساخنة على رأسي فلم أحتمل حرارتها اللاهبة ووقعت على الأرض مغشيا علي وها أنا ذا أتذكر الحادث فجأة فلا يسعني غير أن أسجد شاكرا لله أما الطرفة الثانية فقد حكاها كاتبه أبو بكر المحلي فذكر أن كافور كان يعد ليلة العيد أحمالا من الذهب ويبعث بها في الليل إلى المستورين من الناس قال أبو بكر فكنت أسير مع الأحمال وأقوم على توزيعها حتى أتيت منزل الشيخ أبي عبد الله بن جابار وكان آية الآيات في الورع والزهد فتقدمت إليه بمئة دينار وقلت هذه هدية من كافور فقال الشيخ قل له نحن نحبه لله وندعو له في الصلوات وما نفسد الدعاء بصلة من المال فراجعته فلم يقبل الهدية وسرت إلى كافور فأخبرته فقال يا أبا بكر اذهب إليه ثانية وقل له في تذلل واسترحام إن كافورا يقرئك السلام ويقول لك ليست الهدية هدية كافور العبد الأسود إذ ليس لأحد مع الله ملك ولا شراكة أتدري من معطيك وعلى من ردت المعطي هو الله يا ابن جابار وأنت لا تفرق بين السبب والمسبب قال أبو بكر فأسرعت بالذهاب إلى الشيخ وأبلغته كل ما قال كافور فبكى متأثرا وقال لي أينما حملت فأخرجت الهدية فأخذها وقال لقد علمنا الأستاذ الورع والأستاذ لقب كافور فقلت له أحسن الله جزائك ومضيت إلى كافور فأخبرته بقبول الهدية ففرح فرحا شديدا كأنما بشر بتحقيق أمل عزيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا